موسيقى مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة لماذا أن السياسي محنك عظيم لا يسمع لوعاز العظماء بل وعز القرية بقصة حياتي ضامنها في إيديك شايفها يوماتي غلوتي عليك بقصة حياتي ضامنها في إيديك شايفها يوماتي غلوتي عليك حاسسها في أماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه حاسسها في أماني سلامي وضماني ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه الحلوة اللي فيه متوجه بالتحية والشكر والتقدير لكل مشاهد ومشاهدة يتواصلوا معنا لأننا عايزين نعرف أراءكم وعايزين نعرف قصصكم اللي بتبعثوها لنا تواصلوا معنا أحبان مشاهدين عن طريق خطابات أو التليفون أو أفضل طريقة أنك تزور موقعنا على شبكة الإنترنت عنوان موقعنا www.livestorytv.com وبقولك لو مرة زرت هذا الموقع هتخليه صفحة مفضلة لك لأنه تقدر تعمل تحميل لكل القصص عدد كبير جدا طبعا تحميل مكتوبة أو مقروئة ومسجلة تقدر تعمل تحميل للكتاب المقدس كله بالصوت مسموع أو مقروئ زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت قصتنا النهاردة قصة بسيطة لكنها عميقة وهمة للغاية قصتنا النهاردة بعنوان خادم القرية خادم القرية قصة النهاردة بتحكي عن سياسي شهير واحد من أهم خمسة كانوا في الكونجرس والبرلمان الأمريكي دانيل ويبستر دانيل ويبستر هذا السياسي المحنك كان كتير بيروح يوم الأحد يروح القرية أو يسافر بالعربية بتاعته للتلال لغاية يوصل لقرية أمريكانية نائية ويحضر الكنيسة هناك الموضوع ده اتكرر كتير جدا فسألوه ليه بتعمل كده قبل ما أقول لك قال ليه هديك فكرة عن مين دانيل ويبستر دانيل ويبستر ده واحد من أشهر الخطباء والسياسيين الأمريكيين في القرن التسعتاشر ولد يوم 18 يناير سنة 1782 ورحل عن دنيانا يوم 24 اكتوبر 1852 عن عمر يناهي السابعين سنة لعب دورهام في تكوين وتأسيس السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية كان يقود الدولة الأمريكية في إرساء النظام الجمهوري ثم وضع دستور عام للبلاد يوم 17 سبتمبر سنة 1787 بمختضاء تم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ثم تكوين دولة فيدرالية منظمة بدستور مع وجود أعضاء منتخبين من كل الولاية ارتفعت الأهمية بتاعة دانيل وابستر بعدما دافع عن مصالح الشحن لنيو إنجلاند كان له وجهات قومية كبيرة وكان واحد من الخطباء العظماء جدا هو أحد محافظي الأمة أثناء سنواته 40 في السياسة قد 40 سنة في السياسة الوطنية وابستر خدم في مجلس النواب عشر مرات متتالية في تمثيل ولاية نيو هامشر مجلس شيوخ 19 سنة يمثل ولاية ماسو ستس اسمها صعب جدا لمنها وبوستون طبعا أهم مدينة فيها وعمل كوزير الدولة لشؤون السلاسة الرؤساء كان هو واثنين تاني معاه من أشهر وزراء الدولة وقتها دانيل وابستر كان أكثر المحامين الناجحين في هذا العز ظهور شطرته في عدة حالات رئيسية أسس السوابق دستورية هامة عزز السلطة الحكومة الاتحادية كوزير خارجية كان الشغل هو وزير خارجية فاوض وابستر الشيرتين اللي هو إنجليزي وقرروا الحدود الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية فشل ثلاث مرات أن يوصل للبيت الأبيض لأنه كان دايما بيفكر لكن ما كانتش ليه علاقة جماهيرية هذا ملخص بسيط طبعا وسريع لدانيل وابستر ولو دخلت على الإنترنت تقدر تاخد معلومات أكثر عن هذا الرجل حكاية لقيت حكاية الراجل ده ما كانش يحضر الكنيسة في واشنطن وكان ياخد عربية ويسافر ساعات يدور على قرية نائية ويحضر الكنيسة يوم الحد في قرية بسيطة فلما تلاحظ الحكاية دي سألوه ليه يا مستر دانيل وابستر مش بتفضل تحضر الكنيس الفخمة وبتروح الكنيسة الصغيرة قال في واشنطن في الكنائس العملاقة يخاطبونني باعتباري دانيل وابستر السياسي المثقف ويكلموني كلام سياسي وكلام أما في القرية فخادم القرية يتحدث إلي باعتباري دانيل وابستر الخاطي المحتاج إلى خلاص المسيح فأنا بفصل بين الحكتين إذا أنا سياسي في الشغل بحب أني ما أعاملش كسياسي مع الله حب أتعامل باعتباري إنسان خاطئ عايز أسمع الإنجيل النقي الإنجيل البسيط قال دانيل وابستر وبصراحة لما قريت أنه قال كده الحكاية دي كانت أنا بالنسبة لي أعلى مئة مرة من كل الإنجازات أنه عرف أنه شاطر أو في سياسته مع الناس لكن مع الله عايز يسمع كلام نقي عن حق الإنجيل خادم القرية قصتنا نهاردة سأستكملها معك بعد أن نستمتع بترنيمة جميلة جدا مع مرنمنا دافئ الصوت منير حبيب ابقى معي إلى بعد الترنيمة ما تقلمش ولا كده ولا كده في كلام يهمك جدا في حلقة خادم القرية انت خلاصي بتعلي راسي لما انحني انت خلاصي بتعلي راسي لما انحني سامع دعايا ما سحبك آيا بتحبني حبك غامرني دمك سترني يا منقبي سامع دعايا ما سحبك آيا بتحبني حبك غامرني حبك غامرني دمك ساترني يا منقبي شايل ذنوبي ساتر عيوبي بيط توبي غسلتني واخد مكاني واخد مكاني مصلوب عشاني من موقت جيب قومتني شايل ذنوبي ساتر عيوبي بيط توبي غسلتني واخد مكاني واخد مكاني مصلوب عشاني من موقت جيب قومتني 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 يا نور حياتي أنا كنت خاطي سامحتني يا نور حياتي أنا كنت خاطي سامحتني سامع صلاتي وتنهداتي غافرت لي حبك غامرني دمك ساترني يا منقبي سامع صلاتي وتنهداتي غافرت لي حبك غامرني دمك ساترني يا منقبي شايل ذنوبي ساتر عيوبي بيط توبي غسلتني غسلتني واخد مكاني مصلوب عشاني من موقت جيب قومتني شايل ذنوبي ساتر عيوبي بيط توبي غسلتني واخد مكاني مصلوب عشاني من موقت جيب قومتني 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 شايل ذنوبي ساتر عيوبي بيط توبي غسلتني واخد مكاني واخد مكاني مصلوب عشاني من موت جيت وقومتني كانت هذه القصة الترنيمة الرائعة الجميلة ونحن نتحدث عن قصة خادم القرية لماذا كان السياسي القدير مش عايزة أقول الدهية لألا تفهم بمعنى سيء لكن السياسي المقتدر دانيال ويبستر ما بيحبش يحضر الكنيسة الكبيرة في واشنطن ويروح لخادم قرية في عاحد التلال في كنيسة صغيرة يسمى قال الناس في واشنطن الوعاز لما يلاقوا دانيال ويبستر واحد من أشهر خمس سياسيين ما بقيش رئيس أمريكي هو ثلاث مرات ترشح وما قدرش يوصل البيت الأبيض لكن هو واحد من الخمسة العزماء في البرلمان في التاريخ يعني لما بيلقوني فبيحاول يكلموني باعتبار دانيال المثقف بقى لكن أنا عايز حد لما يكلمني يكلمني عن دانيال الخاطي المحتاج لخلاص المسيح بجد هذه العبارة اللي قالها واللي كان بيعمله وضح لي قدير الراجل ده كان ذاكي روحيا في ناس كتير لما يكون عندهم فلسفة وكده يحبوا يروحوا كنايس رجال الأعمال طبعا أنا ما بدخلش في سياسة أو ليش أي دخل لكن كنايس رجال الأعمال تلاقي الكنيسة ماشية كده بالمزيكة مرتبة وكل حاجة مهندمة والموسيقى ويعني اللي بيرنم ماشي واقف انت بقى ما بيحاولش يكون كده وما في الصوت يعلى ولا يوطى كل حاجة اندر كنترول والوعظة بقى حاجات ايه؟ حاجات بقى اجتماعية وثقافية ونفسية كده هو دانيالوابستر ما كانش بيحب اللون ده هو حر يمكن انت بتحبه انا انت حر برضه الفكرة انه هو كان عايز يسمع انجيل نقي عزيز المشاهد اخت المشاهدة لن يخلصنا غير الانجيل وهذا ما قاله الرسول بوليس في رسالة كورونسس الاولى اصحح اثنين قال لهم لما انا جيت كنت في خوف ورعدة ليه حدث الرسول بوليس ده انت واعس قدير قال لا عندي هايب المسئولية اه وكمل كلامك حدث الرسول قال ولم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح وإياه مصلوبا هتقول لي طبعا الرسول بوليس نفسه في سفر الاعمال وصح 17 في بلد في اثينا وفي مكان اسمه اريوز باغوس وعز وعزة لا ما فاش اي حاجة الوعزة هي فيها زكاء روحي لكن ما خرجش عن المسيح وإياه مصلوبا قال لهم انا بمر في المعبودات لقيت معبد الاله مجهول انتم مش عارفين انا اقول لكم عليه وبعدين قال الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل لانه فيه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذا اقاموا من الاموات سؤالي اذا انت خادم او خادمة او اسيس او واعز بس النفسي هذا السؤال ايه الطعام اللي بتقدمه لشعبك هل تقدم لهم يسوع المسيح و اياه مصلوبا دائما ام تقدم حاجات مختلفة هذه هي قصة النهاردة عن خادم القرية حبه لانه كان بيقدم الانجيل النقي يقول الرسول بوليس لققدم حق الانجيل قدم الانجيل ما هو الانجيل الانجيل حسب كورنسو الاولى خمستاشر ان احنا خطاع و المسيح مات من اجل خطايانا دي النقطة التانية النقطة التالتة انه دفن النقطة الرابعة انه قام و ظهر الكسرين و اخر عمود في حق الانجيل انه جاي تاني هو زا سر اقوله لكم و عايزة نقشك يعني انا متخيل الاستيس بتاع القرية ده او الواعز بتاع القرية اللي حب ويبستر دانيال ويبستر يروح له كان بيقول ايه يعني بيكلمني باعتباري دانيال الخاطي احتاج الى فداء المسيح وهذا اقولك ليه مفروض مفروض لان الكتاب قال ليه مفروض ما نكرس الا بشخص واحد هو ربنا يسوع المسيح حتى في لبس المبشر لما راح للقصي الحبشي وكان بيقرأ فيه اشعيات 53 يقول الكتاب فبشره بيسوع ليه البشارة بس بيسوع لان يسوع المسيح وحده هو الفادي ربنا كان في العاد القديم بيجيب فداء عن طريق الزبائح كانت صورة رمزية ضحية يعني يحط الانسان يده كده قوله يا رب انا معترف ان انا خاطي واستاهل الدبح وخلي يا رب الخروف ده ولا ان كان اي حيوان يفدين يموت بدالي لكن مش ممكن خروف يفدي انسان ابدا ايه الشروط لو ربنا عايز فادي ينفع لكل البشر انت فكر معايا ايه الشروط الواجب توفرها في هذا الفادي اللي يقضي كل البشر واللي يكون مبعوط من الله اول حاجة ان الفادي ده ما تكونش قيمته اقل من الانسان لانه ازاي يفدي انسان وهو اقل من الانسان اذا الزبائح الحيوانية كانت بس مثال حاجة التانية لازم الفادي ده يكون خالي من الخطيئة لان لو الفادي ده اعظم من الانسان اه بس بيعمل خطيئة هيبقى هو كمان محتاج فداء حاجة التالتة لازم الفادي ده لانه سيموت لاجل العالم كله البشر كله تكون قيمته اكتر من العالم كله عايزين ضحية قضي العالم يبقى اكبر من البشر يعني اغلى من الانسان ثم بلا خطيئة ثم قيمته اعلى من كل البشر مجتمعه حاجة الرابعة اللي ممكن تكون انه ما يكونش مخلوق عارف ليه لانه لو انا موت لو انا موت و انا مخلوق مودت نفسي وقدمت نفسي زبيحة يبقى انا كده بنتحر لانه نفسي مش ملكي يبقى كمان ما يكونش مخلوق الله الله يبقى الملاك ما نفحش لا الملاك ما نفحش لان الملاك اعظم من الانسان بس الملاك قابل الخطأ زي ما عارفنا الملاك زمان اخطأوا باشطان ثم الملاك محدود ما يكونش قد البشر كلهم حاجة الخامسة لازم يكون الفادي غير محدود علشان يقضي عضل الله الغير محدود لان الخطيئة موجهة ضد الله الغير محدود وعلشان الله يصلحنا علشان كده بالتالي الحيوانات ما ينفحش ولا الملاك هقول كمان شرط سادس الفادي لازم يكون انسان هتقول لي كمان اه لانه لو مش انسان الملاك روح ما يموتش يعني لازم يكون قيمته اعلى من الانسان ولازم يكون اعلى من البشر كلهم وبلا خطيئة وغير مخلوق وفي نفس الوقت يكون انسان ده مش كده بس لازم هذا الفادي يكون قادر ان يقوم بهذا العمل ويوافق عليه السبع شروط دولة لا يتوافر وغير في شخص واحد همر عليهم بسرعة اول حاجة مش اقل من الانسان الزبيح ما تنفحش الزبيح الحيوانية اتنين خالي من الخطيئة علشان كده الملاكة برضو ما تنفحش حاجة التالتة قيمته اعلى من البشر المجتمع الحاجة الرابعة يكون غير مخلوق الحاجة الخامسة غير محدود الحاجة السبعة يكون انسان الحاجة السبعة يوافق بإرادته يعمل كده ما فيش غير بص عليهم الشروط دولة عشان هل المسيحية ضد العقل هل الايمان المسيحي معقول صدقني معقول جدا بس لو فكرت لو فكرت بس يمكن انت خايف تفكر مع ان ربنا اداني ودالك العقل والعقل ده مسئولية كبيرة نعم جاء المسيح الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران خطايا سؤالي ليك يمكن مرات بتحضر كنيسة ان كان الوعز اجتماعي ولا سياسي ولا فلسفي ولا اي مكان حتى لو الوعز قوي انت عايش مع نفسك ان كنت شاب ماسك في الموبايل ودخل على الانترنت وبتعمل شاتنج على الفيسبوك وانت في الكنيسة صدقني وبتبعت رسالة لصديقك تدحك وهو يبعتلك ويعيش حبيت دانيال وابستر لانه احب خادم القرية واهنيك ان كنت قد قابلت المسيح مخلص وفادي مات بدلا منك يا اخي انا لو حد داني نص لتر دم اظل مديون ليه يسوع الدبح بدالك هل تأتي اليه؟ الفادي يناديك مجديد بيقولك تعالي انا موت بدالك انا الوحيد اللي كل شروط الفداء السبعة اكتملت فيها جيت جيت بقراتي جاء بقراتي وصدقني قوله يا رب يسوع صلي معي يا رب يسوع صلي وراي بجد يا رب يسوع انا باقبلك ملك على حياتي اقبل فدائك يا رب خلي دماءك ودماء الفداء تغسلني اني اقبلك مخلص وفادي في هذه اللحظة اتمنى ليك حياة تقرأ الكتاب وتصلي وتواظب على وسائط النعمة ان كنت خدت هذا القرار ارسل لينا نفرح بيك وقلنا في انا حلقة خدت قرار انك تعيش للمسيح الى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة اتركك في عمق الشركة مع الفادي الوحيد يسوع المسيح عزيزا المشاهد اذا اردت الحصول على كتابات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج كناس رجال اعمال تلاقي الكنيسة ماشية كده بالمزيكة مرتبة والموسيقى ويعني اللي بيرنم ماشي وقف انتباه ايه الطعام اللي بتقدمه لشعبك هل تقدم لهم يسوع المسيح واياه مصلوبا دائما عزيز المشاهد اخت المشاهدة لن يخلصنا غير الانجيل ما هو الانجيل؟ الانجيل حسب كولنسو الاولى خمستاشر ان احنا خطاع والمسيح مات من اجل قطايانة دي النقطة التانية النقطة التالتة ان ندفن النقطة الرابعة انه قام وظهر لكسرين واخر عمود في حق الانجيل انه جاي تاني هو ذا سر اقوله لكم ليه البشارة بس بيسوع لان يسوع المسيح وحده هو الفادي الفادي يناديك انت خلاصي بتعلي راسي لما انحني